نبدأ من المغرب حيث أعلن صباح اليوم عن تفكيك خلية إرهابية بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني تمكن من تفكيك هذه الخلية المتكونة من ثلاثة أشخاص وذلك بالتنسيق مع المصالح الإسبانية موضحا أنه تم اعتقال أحد أفراد الخلية بمدينة طنجة بالتزامن مع توقيف شركيه المقيمين بإسبانيا وذلك في إطار التعاون القائم بين المصالح المختصة في البلدين لمواجهة التهديد المتنامي لما يسمى بداعش وحسب بلاغ الداخلية المغربية فإن عناصر هذه الخلية كانوا على صلة وثيقة بمقاتلين ينشطون بالساحة العراقية السورية في إطار استقطاب وإرسال متطوعين للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي